ودايما بنقوله وبنأكد ان كل اللي احنا بنقوله من كلام عن المهارات ده محتاج شوية جهد يعني مش محتاج ان احنا نسمع بس لا احنا محتاجين كمان شوية ان احنا نهتم بان احنا نمارس هذه المهارات بشكل كبير جدا 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 والممارسة للمهارات دي هي اللي هتخلي حياتنا الزوجية تتطور يعني انا افكركم بس ان احنا قلنا ان احنا عندنا اجراءات في مسألة مهارة تطوير الحياة الزوجية فقلنا اول مهارة لازم نتكلم عنها هو التفاهم والاحترام المهارة التانية هو التواصل الفعال الحاجة التالتة اللي احنا تكلمنا عنها هو الاعتناء بالعلاقة الخاصة بعد كده لازم نحتفظ بالرومانسية يعني ايه نحتفظ بالرومانسية ان احنا لازم نمشي كمان الحاجة الخامسة كمان ان احنا نبني جسور عشان نحل بيها التنازعات رقم خامسة في الحقيقة وده شيء مهم جدا جدا ان احنا نفكر بايجابية رقم ستة ان احنا لازم نستخدم الامتنان ونوجه الشكر والسناء رقم سبعة لازم نخطط للمستقبل وننعيش مع بعض خطط واهداف مشتركة رقم تمانية لازم نقضيه على الروتين لان القضاء على الروتين بيه تغيرات مهمة جدا ده بيفتح لنا ابواب من اكتشاف ابواب جديدة للسعادة مهمة جدا جدا رقم تسعة الاهتمام بصحة العقل والجسم رقم عشرة لازم نتفهم المراحل اللي احنا بنمر بيها والجواز وده شيء مهم جدا 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 رقم حداشر لازم نستشير المحترف وخبير لما احنا نكون مش قادرين ببساطة خالص نوصل لده بشكل عبقري لازم نتفهم هذين المراحل وتفهمنا لهذا المراحل مهم جدا 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 الـ 12 نقطة اللي احنا قلناهم دول هيفتحونا باب من ابواب تطوير الحياتي اللي احنا محتاجينه في الحياة الزوجية بشكل كبير جدا 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 وده هيخلينا افضل واحسن وكمان هيخلينا نعيش مع بعض حياة زوجية مختلفة حياة زوجية مش بنفضل فيها مستنيين من اللي يصلح لكن حياة زوجية ممتدة حياة زوجية بتفتح لنا ابواب كبيرة جدا 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 من السعادة الحياة زوجية على فكرة مش هي اللي بتقف مش هي اللي بتقدم لكن احنا اللي بننسى ان احنا لازم نتطور ساعات بتجينا نفسنا الأمراء بالسوق تقول لنا احنا مش حملة التكلفة دي او ساعات بتقول لنا نفسنا أمراء بالسوق ان احنا مش هنقدر نتطور لا ده ممكن ولو عملته إجراء زي إجراء مثلاً أن الناس تحضر دورات المقبلة على الزواج اللي موجودة في دار الإفتاء المسرية أو موجودة في أماكن كتيرة لما تعمل الناس كده أظن أنها تفتح لها أبواب كتيرة جداً جداً للتطوير الحياتي